اشتركوا في القناة بتوجيه من جلالة الملك المفدى على أحد أهم الشوارع في مملكة البحرين وذلك في لفتة وفاء وتخليد لذكرى وتقديرا لمواقفه التاريخية تجاه مملكة البحرين والذي مثل بحق بلده الثاني مملكة البحرين في محافلة كثيرة تجسيدا للمواقف النبيلة للشقيقة المملكة العربية السعودية تجاه البحرين وقد أعرب سموه لدى لقائي اليوم بصاحب أسم الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب أسم الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز فيصل البحوت والدراسات الإسلامية عن عظيم الاعتزاز بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط مملكة البحرين والشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية وهي علاقات راسخة ممتدة تزداد قوة ومتانة في ضوء المواقف المتطابقة إزاء مختلف التحديات التي تحيط بالمنطقة انطلاقا من وحدة الهدف والمصير المشترك منوها سموه بالدور الريادي والمحوري الذي تطلع به المملكة الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية والأهمية الكبرى للمبادرات التي تبنتها المملكة إسهاما في التنسيق الفاعل للجهود نحو مواجهة التحديات وترسيخ أسس السلام والتنمية والمواجهة الحقيقية للإرهاب وانحراف الفكر وأبلغ سموه ضيفي البلاد العزيزين نقل تحياته إلى القيادة السعودية والتمنيات للمملكة وشعبها الشقيق والتواصل التطور والازدهار من جانبهما عبر صاحب السمو الملكي الأمير خالد والأمير تركي الفيصل عن بالغ تقديرهما لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء على ما يبده سموه دائما من اهتمام وافر بالعلاقات والروابط الأخوية المتميزة القائمة بين المملكتين الشريقتين وعلى حرص على تحقيق المزيد من التواصل والتكامل بين البلدين في مختلف المشالات وأشاد بما أبده سموه كذلك من مشاعر نبيلة تجاه المغفور له بإذن الله صاحب أسم الملكي الأمير سعود الفيصل والاحتفاء بإطلاق اسمه رحمه الله على أحد أهم شوارع مملكة البحرين